اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد وثاني محطات تسعة الصبح لليوم كثير مننا بنلعب الرياضة وفي اشخاص يعني مهتمين بشكل كثير كبير برياضة التنس فبيتعرضوا لإصابات من هذه الإصابات ما يسمى مرفق التنس أو التهابات الأكواع نتجاهل ممكن أنه طريقة العلاج ومنتجاهل أنه هذا الألم يمكن أنه تسببه هذه اللعبة الرياضية أو ما شبه من الألعاب الرياضية ممكن تسبب نفس الألم خلينا نتحدث بشكل مفصل حول هذه الإصابة مع الدكتور أحمد العموري وهو أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري أهلا وسهلا فيك يا سيد صباحا أهلا وسهلا فيك كيف حالك دكتور أهلا وسهلا فيك بداية نحكي أو نحكي أكتر المشاهديين ما هو مرفق التنس وهو التنس ألبو هو التنس ألبو هلأ هو يعني كل الناس يفكروا أو يفكروا زي ما فكرت إخلاص هلأ قبل كل ما نحكي تحت الهواء أنه هو مرتبط برياضة التنس فقط هلأ كثير يجيني على العيادة سيدات منازل أنه أنت ستي في عندك مرفق التنس أو التنس ألبو دكتور طب أنا ما بلعب التنس هلأ هو مور كومم بي الناس اللي مارسوا رياضة التنس تمام لكن أي شخص عرض إليه هلأ ليجي لتعريفه بادئ الأمر هو التهاب أوكي بالأوتار أو بمنبت الأوتار الباسطة للرسغ تمام فأي حركة متكررة تتضمن هذا الموضوع المريض أو الشخص بيكون عرضه لهذا الشيء هلأ لعبين التنس خمسين في المئة منهم معرضين لهذا الشيء لكن كمجموعة كاملة من الناس بين واحد لثلاثة بالمئة سنويا من الأشخاص البالغين معرضين لهذا الموضوع فأي شخص عرض لهذا الموضوع أي حركة تتضمن حركات متكررة تعامل مع مثلا بعض الأدوات الثقيلة كل هذو الأشخاص عرض لهذا الموضوع فببساطة أحيانا الاستخدام الموبايل أو حركات معينة بسيطة في استخدام الموبايل أو البوبجي لأن الناس هلأ مجموعة بهذه اللعبة ممكن يتعرض الشخص لهذا الشيء أو زي ما حكينا استخدام زائد متكرر بنفس الحركة مما يعرض الأوتار أو منبت الأوتار الباسطة للرسب لهذه المشكلة تماما أنت تحدثت بتعريف لمرفق التنس وما يكون أنه ليس محصور بالأشخاص اللي يلعبوا رياضة التنس ممكن الأشخاص بشكل عام أنهم يتعرضون لهم لكن نحن ممكن نحكي هلأ عن الأسباب أكثر اللي بتأدي لهذه الإصابة أو إذا بنحكي هذا المرض مرفقة أكيد هلأ هو أوفريوز يعني نحن بنسميها من أوفريوز سندروم متلازمات زيادة الاستخدام أوكي أي وتر بيتعرض خلال حركته أو بحركة المفصل لاستخدام معين لكن لما إحنا بنكون بنركز بحركة معينة أكثر من الحركات الأخرى هذا بيأدي أنه بيكون أو بيحدث ما يسمى بزيادة الاستخدام فبالتالي إذا بدنا نحكي شو هي ريسك فاكتورز عوامل الخطورة تمام مو أسباب بمعنى أسباب فأوكي بعض الرياضات متى الرياضة التنس أو بالذات اللعبين اللي يلعبوا باك هاند برياضة التنس وزي ما حكي أنا خمسين في المئة من كل اللعبين التنس عرضة لهذا الموضوع إذا بدنا نيجي على الناس الطبيعية زيكم وزي مشاهدينا أي حدا طبيعة عمل تتطلب حركات متكررة لموضوع الرسغ أو تعامل مع أدوات ثقيلة أو حمل أوزان ثقيلة لحركة الرسغ تحديدا هو الألم بيكون بالكوع ولكن فعليا هي هاي الأوتار مسؤولة عن حركة الرسغ بسطه يعني حركته للأعلى مش كإنقباض انقباض الأوتار بتطلع من مكان ثاني فحركة بسط الرسغ أو حركته للأعلى هاي الأوتار المسؤولة عنه تطلع من هاي المنطقة من الكوع تقريبا أو خب مفصل الكوع باشي بسيط فالألم بالعادي بيكون بهاي المنطقة طب هلأ أشياء نحكي خطورة الإصابة بالتنس البو وكيف ممكن أنها تتعالج أو كيف الواحد ممكن يعرف مع تنس البو طب هلأ التنس البو هو أكثر سبب شيوعا وانتشارا لألام الكوع يعني لما يجيني مثلا سيدة أو شخص أو رجل عنده ألم بالكوع صار له مستمر لفترة بيترافق مع الحركات اللي إحنا ذكرناها فبالعادي إحنا بيكون تفكيرنا بالتنس البو طب هلأ السيدات والرجال إصابتهم متساوي يعني في بعض الأمراض بيكون الرجال أكثر أو السيدات أكثر لا تنس قلبه سيدات والرجال في نسبة متساوية للإصابة بهذه الإصابة أو بهذا المرض تمام بالعادة تشخيص بيكون تشخيص كلينيكي كيف يعني كلينيكي عن طريق الفحص السريري أوكي الصور الشعاعية العادية بالعادة ممكن نحتاجها لأنه في نسبة معينة من الناس بمقدارها تقريبا 20 بالمئة ممكن يتلاقي عندها تكلسات مكان وجود فيصب تشخيصها سريريا يعني لا بيكون هذا إضافة يعني صورة الأشعة بتكون إضافة يعني عاد عن أوكي بالعادة ما بنحتاج لشيء آخر يعني صور الرنين أو ما إلى ذلك إلا إلا إذا إحنا مو متأكدين بالتشخيص أو فيه إشيء إضافي ممكن يكون موجود بالتشخيص غير التهاب أو تار نعم دكتور الأطفال معرضين للإصابة به؟ هلأ هو منتشر أكتر شيء خلينا نحكي بين سن 35 و 50 لكن ما في سن عنده مناعمل في عندهم منع يعني موارد أن هم ممكن يصابوا لكن ما في سن عنده مناعة لكن الأشخاص بين 35 إلى 50 هم الأكثر عرضة لهذا الموضوع ممكن كمان الناس الرياضيين بشكل عام طبعا نحكي الأوزان وهذه الشغلات كلها تزيد ممكن خطورة أو إحتمالية الإصابة بهذا الشيء أوزان والتمرين بيحمل ما شاء الله هي حيث بيكون تكنيك معين غلط على وزن عالي التقنية كانت المستخدمة بالضبط أو عمل حركة صغيرة غلط ممكن تضرب هذا المئة بالمئة طب خلينا نحكي إيش المريض لما الواحد يصير معه تنس ألبه كيف ممكن يتعالج أوكي الحلو بهذا المرض أو بهذه الإصابة إنه 95% من علاجها غير جراح يعني المريض في عنده نسبة كتير كبيرة إنه يتم علاجه بأحد البدائل الغير جراحي دائما المريض اللي بيجي وقالك دروا عن جراح جراح يضام لا معناته عملية لا إحنا أطلقوا مش بس جراحيين أبي خافوا منه كتير بعرفش ليش المهم فلا الإصابة علاجها يكمن أول شي خط العلاج الأول هو مضادات الالتهاب بعض المشدات المعينة بالإضافة إذا ما تحسننا على خط العلاج الأول اللي هو بهاي الطريقة بنلجأ إلى الإبر الموضعية باختلاف أنواع أدي معنا أو أدي بيقدر المريض يأخذ إبر موضعية معه يأخذ لحد ثلاث إبر سواء من الإبر الاستيرودية أو الأنواع الأخرى من الإبر الآن في حال فشل هذا كله وقتها بنلجأ للعلاج الجراحي بس هذا شيء كثير بسيط نسبته قليلة جداً أنا من الحالات العديدة اللي شفتها وشبه يومي أنا بشوفها بعيادتي من بين كل المرضى أنا بس خلالي خلالي أخر سنة أنا بس مريضة واحدة كانت في تدخل جراحي نسبة الشفاء أدي دكتور للأشخاص اللي عندهم تخوفات في ناس عندهم هوس من أي شيء مثلاً أي مرض بكون الخوفة ممكن نعمل لهم مشكلة تانية فهذا الأشي اللي كمان نشكي فيه أكتر مع الالتزام بالأدوية والعلاجات الطبيعية اللي ممكن نحتاجها ممكن أحياناً نحتاج لبعض الحالات أن نحول لهم للعلاج الطبيعي نسبة الشفاء تصل لـ 95% حلو جميل طيب دكتور خلينا هيك تحكي لنا النصائح بشكل عام لكل مشاهدين سواء رياضي أو غير رياضي لحتى ما ينصاب بهيك مرض أو بهيك إصابة خلينا هي دائماً أنا بحب أحكي نصيحة عامة إجمالاً لكل المشاهدين حتى لمرضاي بالعيادة طبعاً دائماً درها موقعي خير ومالكنطاري علاج الشي لما يتعالج بأوله ببساطة بسهل على المريض وعلي أنا حتى كطبيب كثير صح طبعاً دائماً هلأ للأسف إحنا الثقافة هنا إنه لأ عادي بأخذ لي حبتين دا وانا بيديك تمشي أموري بسأل جارتي عن مش عارف شو هلأ ماشي ما اختلفنا هاي الشغلات منيحة بس أحياناً بيكون انت موضعك كثير بسيط لو اجيت ببداية الإصابة أو المرض تختصر حالك طريق طويل كثير مو شوي هاي نصيحتي إجمالاً هلأ نصيحتي تحديداً لهذا المرض أو لهذه الإصابة في حال وجود ألم بالكوع بغض النظر عن طبيعته استمراره لفترة خلينا نحكي تتجاوز خمس أيام لأسبوع يفضل مراجعة طبيب العظام نعم ممتاز أهم شيء موضوع عامل الوقت عامل الوقاية هذو العاملين تحدثت فيهم مهمين جداً نتمنى دائماً أنه الواحد ما يهمل بصحته يأقري على محمل الجد لأنه مثل ما تحدثت بيكونه أمر صغير جداً ممكن أنه للأسف في مراحل متقدمة يتطلب تدخل عفوان جراحي أكيد خصوصاً كمان أنه هو زي ما حكينا هو التهاب يعني التهاب بيبلش بشي صغير لما أنا ما أعالجه رح يزيدي الالتهاب هذا بشكل عام ممكن هلأ توضيحاً لهذه الكلمة هلأ هو مش التهاب بكتيري نعم تمام يمكن إحنا ما ذكرنا هاي النقطة هلأ هو تهيج هلأ الالتهاب يعني الكلمتين بالإنجليزي بتقدر تفرق بناتهم في واحدة انفكشن اللي هي الالتهاب اللوزتين نعم والتهاب الأوتار إشي يندرج تحت كلمة انفلاميشن يعني هو إذا بنا نعطي كلمة بالعربي أضق هو التهاب وتهيج التهاب الأوتار فعلياً هو مش التهاب هو أوكي بس هي تهيج موضوع مرفق الكوع أو سوري مرفق التنس أو التنس ألبو بيكون مش بس في التهاب أو تهيج لا بيترافق معا شي اسمه اعتلال وتر كلمة اعتلال وتر يمكن كلمة مش كتير يعني مشاهدينا في فاميلير معها هي بيكون انه الأوتار أوكي بتتكون من ألياف صغيرة هاي الألياف لما بصير فيها قطوع جزئية يعني مايكروسكوبية صغيرة أوكي هذا يسمى اعتلال مش قطع كامل أو قطع كبير تقدر انك انت لأ تقوله لا فيه قطع فهذا بالتالي بحاجة إلى إصلاح أو خياطة أو تدخل جراحي لعلاجه لا تكون قطوع يعني مايكرو تيرس أوكي هلا هذا يسمى اعتلال الوتر تمام مو بس معرض إلو موضوع التنس ألبو لا في مفاصل أخرى دكتور ببالي سؤال الأشخاص اللي تعرضوا أكثر من مرة بنفس مثلا الإيد أو مثلا سواء اليمين أو الإشمال تعرضوا لإصابة أكثر من مرة وتعالجوا أول مرة ثاني مرة ممكن هذا الاشي تكرار الإصابات ممكن إنه يفاقم المشكلة أو يعمل مشاكل أخرى إذا ما تعالجت بالبداية بالصورة المناسبة يعني هاي بنشوفها كتير يمكن أوكي هبارات موضوعنا بنحكي عنها بلقاءات تانية موضوع التواءات الكاحل إذا ما تعالجت بداية بالصورة السليمة بصير نقطة ضعف يعني بصير ببساطة أي حركة أوكي تخلي الرجل تفكش أوكي تصير فيه التواء ولا شيء بالذات عند الصبايا لأنه هاي هيلز أوكي ها بيخلي فيه عدم استقرار بالكاحل نعم فبتصير فيش إذا ما تعالجت الإصابة المبدئية بالصورة المناسبة بتصير فيش كل ما صبيل بأي مناسبة بواتسو إفر لبسة كعب تكون معرضة صافي معها التواء فهي الفكرة علاج الإصابات أو تكرر الإصابات أوكي ممكن يخليك عرضة أكتر لبعض المشاكل أو لتكرار المشكلة نفسها ولكن في حال علاجها بدائيا أو مبدئيا بصورة كافية وملائمة ولازمة للحالة إحنا بنتجنب أولا تكرار الإصابة وبنتجنب أنه حتى في حال تكرار الإصابة المشكلة ما رح تكون بنفس الشدة يعني الموضوع ممكن يكون تداركه أنه حتى لو كانت الدرجة والله فيها إصابة أشد أو ما إلى ذلك ولكن إحنا بنكون أصلا علاجنا المشكلة الأساسية أو الأولية بصورة كافية ملائمة مناسبة مما بيخلي أنه في حال حتى حدوث إصابة مرة ثانية بتكون يا إما أخف أو تعمل محا أسلس بكون مئة بالمئة مئة بالمئة لأنه هو دائما يعني كثير إحنا بنحكيها للمرضى أنه جيتك للدكتور ما بتفتح عليك باب زي ما بقوله أحيانا بعض المرضى أقول لك نسكر عليك باب أصلا هي نسكر عليك بواب فعليا أنا شوفت يجيبني هلأ هلأ بكوني بشي بصير بأشياء هاي الكونسبت بتسبب كتير مشاكل صحيح يعني بشبه يومي بشوف هاي الشغلة بالعيادة يعني بتكون أنت متداع على المريض أنه صدقة أنت لكنت إجيت قبل سبوع قبل عشر أيام أمورك هتكون كتير أبسط أنت حكيت ببداية اللقاء هي ثقافة صح ترجع ثقافة الصحية ضرورية لازم تكون موجودة عنا لحتى أنه ندارك كتير مشاكل إن شاء الله إن شاء الله دكتور يعني أنجد كتير انبسطنا فيك يسهدك أنا كتير انبسط فيكم عافية على معلومات يعني إن شاء الله يكونوا كمان مشاهدين استفادوا يا رب إن شاء الله إن شاء الله كمان بإستضافات تانية رح نحكي عن أمور مهمة وممكن أمور زي ما حكيت يومية نحن بنعملها ما منكون ماخدينها بعين الاعتبار باسية على المدى البعيد رح تعمل لنا إصابة شكرا إلاك دكتور شكرا لكم